السؤال اللي بعد كده بيقول جوزي بيفضل يكلم ستات معرفش إن كان متجوزهم عرفي أم لا ويفضل هو الستات دي يجيبوا في سرتي ويشتموا علي وأنا عايزة أربع يالي وأعمل نفسي مش عارفة يبقى إيه اللي حاصل؟ السؤال ده مهم أول إن احنا نقرأه بتأني أول حاجة الزوجة بتقول زوجي بيكلم ستات ويفضلوا الستات دولة يكيبوا في سرتي أنا عايزة أعيش في حالي وربي عيالي يبقى عندنا هذه المرأة ترى أني خلاص المسألة ما لهاش حل جوزي بيحب الستات وبيحب كلام الستات وأنا خلاص بس أنا عايزة أعمل إيه؟ عايزة محدش يجيب في سرتي هي طبعا أنت السؤال حضرتك يظهر منه أن أنت حضرتك خلاص راضية بأنه يكلم ستات لا أنت مش راضية طبعا ومعنى أن أنت بتقول بيكلم ستات يبدو أنه بيكلم ستات ويتجاوز معهم في هذا الكلام وهذا لا يجب الشرعا يعني إذا كان بيكلم الستات في حاجة أو في مصلحة أو في عمل بالمعروف ولا يتجاوز في الكلام معهم خلاص ويبقى دي غيرة عند حضرتك ويبقى ممكن نتكلم فيها معاه أما وإن حضرتك بتقول بيكلم ستات وأنا العبارة دي لما الست بتقولها لي يبقى على طول هي بتقوله هو بيكلم ستات وأصدها أنه هو بيتجاوز في الكلام مع الستات إما التجاوز التجاوز عاطفي أو التجاوز ده والتجاوز جنسي يعني يكلم ستات وبيتجاوز ويصل لده ولذلك عندنا ما يسمى بالخيالة الإلكترونية عملناها خمس مراتب خمس مش مراتب خمس مساوي خمس درجات من المصايب في مسألة الخيالة الإلكترونية والكلام مع الستات أول حاجة بتقولي لي أعمل إيه بقى أول حاجة استمر على رفضك لهذه الصفة الزميمة في زوجك واحد يقول لي طب ما تخليها خلاص تتجاوز عن ده وتعديها بصوا جماعة لما بنتكلم عن التغاضي عن التغاضي بنتكلم عن التغاضي في ملاء يصل إلى الخطوط الحمراء كلام الستات الأخريات عند المرأة خط أحمر وده كل الستات متفق عليه يعني إيه يعني أي ستة في الدنيا إن زوجة يكلم ستة مرأة أخرى ويتجاوز معها عاطفيا أو يتجاوز معها جنسيا فده خط أحمر عنده حتى لو هي قالت إن هي قبلة ده طيب وده نوع من أنواع الظلم نعم الراجل الذي يكلم امرأة غير زوجته هو يظلم زوجته ويظلم تلك المرأة ويظلم نفسه طب ليه كده لأنه لا يجوز أنه يكلم امرأة لا تحل له بكلام فيه تجاوز لأن ده ها يعمل إيه؟ ها يعمل تعلق سواء منه أو منها أو منهما ويأذي هذه المرأة إذا اضطرت عليه يقول لي يا مولانا فين الكلام ده في الشارع؟ يبقى ما فيه بعض الناس والله نحن بنشوف حاجات في الإرشاد الزواجي حاجات طايرة يجي يقول لي وفين الكلام ده في الشارع؟ ولا حاجة بس بساطة ما تتحمقش حضرتك الاسم ما حاجة في الصدر وكرهت أن يطلع علي الناس لا ده مش ده أنت بتتدبر أنك إزاي تلفه والدور أنا أسف يعني وتحور اه ده يبقى اسم ده اسم بالتعريف زي ما يقولوا كده بالتعريف ده اسم لأن أنت قاعد تحتاط وتخبي وعارف أن الناس لو اطلعت عليه سيكون صفة مزهومة لك الأمر التاني أن أنت بتتكلم كلام ليس بالمعروف فلذلك يا سيدي اللي أنت بتعمله ده اسم حرام يعني ولذلك اتق الله ولذلك أنا شايف يا ستي أن أنت عليك أن أنت تعمل تلات حاجات أن أنت تعبري على أنك رفضل ده بس أنا كمان أنا شفت في السؤال أن أنت بتتجسس عليه عرفت إزاي ده بتقولي بيجيبوا في سرتي وأكيد من أنت ما أكيد هم ما قالوا لكيش أن هم ما بيجيبوا في سرتك أنت أكيد عرفت ده منين بتفتح التليفون من وراه وتاخد إصباعه وتعملك بأي طريقة أو بأخرى فدوت حرام ما تعمليش كده يبقى أول حاجة تصرحيه أن أنت مش حبة أنه هو يكون لي علاقات مش منضبطة مع الستات هادي واحد الحاجة التانية أن أنت تبيني استعدادك أن أنت تتقبلي أن أنتوا لتنين تتغيروا الحاجة التالتة والمهمة تيجي بيه وتيجي على الخبير تيجي إلنا مركز الرشاد الزواجي عشان نشوفه عن حل الموضوع ده إزاي لأنه هو ده الحل الوحيد اللي ممكن به نوجد مخرج عشان نتعامل مع هذه الحالة لأن كتير من الأزواج لما بيكونوا في الحالة دي بيبقى هو عنده حاجة اسمها إدمان اللذة هو بيحب كده أنه يتنقل ما بين الستات ويبقى حواليه ستات كتير فبيتحال بيحتاج لحاجة اسمها العلاج الزواجي احنا صحيح بنقدم الإرشاد الزواجي لكن بننصح لما حد يجينا وعنده ده أن احنا كمان نتكلم عن ما يتعلق بالإرشاد الزواجي وعشان كده على طول خلي بالك أن احنا محتاجين التلات حلول اللي احنا قلناها تكون متكاملة أول حاجة مصرحة تاني حاجة بيان الاستعداد أن احنا نتعاون للتغيير تالت حاجة أن احنا نروح لخبير كده يمكن بشكل واضح أن احنا نستطيع أن احنا نخرج من هذه المسألة لكن ما حتسمعش كلام حد بيقولك يلا امشي ومعرفش ايه لأن الأولاد هتفهم كده وده وتهيبان وده وتهيظهر وعتفدري أنت وانت بتربي أولادك بتحس بالمظلومية وتحس بالقهر وتحس بالوجع وانت كده مش عاوني لأخيك على الشيطان ولا عاوني له على نفسي الأمارة بالسوء وعشان كده يلا توكلي على الله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير وما تيقاسيش ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مددوا وكرم من كونو ماركو